الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين موعدنا اليوم مع صحابي جليل هذا الصحابي هو سلمان الفارسي وكان من أول رجال فارس الذين دخلوا الإسلام ونال شرف تزكية النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلمان منا آل البيت هذا الرجل الباحث عن الحقيقة الذي نشأ نشأة في النعيم والبذخ وكان أهله وكانت أسرته من المبجلين في أهل فارس فقد كان أبوه قاطنا أي قاطن لمعبدهم والقاطن هو الذي يقوم بالحفاظ على النار حتى لا تنطفع وكان يعظ ويعلمهم ويفتيهم في ديانتهم الطالهات وكان يتمنى من معاذ بن جبل أو من سلمان الفارسي أن يكون كذلك وفعلا دربه وحثه حتى صار في مرتبة القاطن ولكن سلمان الفارسي ما كان يدرك بأنه في يوم من الأيام سيخرج طالبا للحق حتى أن حتى أتى اليوم الذي رأى فيه كنيسة من الكنائس فاقترب منها وأخذ يسمع وينصت إليهم فأعجب بكلامهم ومنطقهم باعتبار مقارنتهم على ما هو عليه في ديانته فلما عاد إلى داره أخذ يحدث أباه بما سمع فما كان من أبيه إلا أن أمره بأن يحافظ على دينه ودين آبائه فلما التمس فيه القبول للتنصر فما كان عليه سوى أن ربطه في داره فاتصل سلمان الفارسي ببعضهم وقال له أين يوجد هذا الدين أين يتمركز فقيل له في بلاد الشام فقال لهم إن أردتم أو نويتم الهجرة أو الصفر إلى بلاد الشام فأخبروني فأخبر بذلك فهرب من بيته ولجأ إلى بلاد الشام حيث وجد رجلا راهبا كان يترأس كنيسة ويطلب الأموال والعطايا بنية توزيعها على الفقراء والمساكين ولكنه ما كان يفعل ذلك حتى أتاه سلمان الفارسي وقال له أريد أن أكون خادمك وأريد أن أتعبد معك فبقى معه مدة من الزمن حتى مات فلما جاء النصارى ليدفنوه قال لهم سلمان الفارسي إنه كان رجل سوء وأراهم سبعة قلال من الورق سبعة قلال هكذا جرار ضخام أو جرار ضخام مملوء بالفضة والدهب فصلبوه ورموا به في الطرقات حينها أو قبل أن يموت هذا الراهب قال له سلمان لمن توصي بي أي من هو العابد الذي من الممكن أن أتصل فيه فدله على شخص آخر فهاجر سلمان من هذا إلى ذاك من هذا إلى ذاك في رحلة طويلة حتى وصل إلى آخرهم وكان من أعبد الناس وأتقاهم فقال له وهو على فراش الموت بعد أن بقى معه مدة من الزمن إلى من توصي بي فقال له ما أجد أحدا أوصلك به مفيش إنسان بقى على ما نحن عليه الآن إلا أنني أعلم يعلم من قراءاته ومن كتبه ومن أناجيله يعلم إلا أنني أعلم أنه سيضل على جزيرة العرب أي سيأتي على جزيرة العرب نبي وسيكون مهجره وأخبره حتى بالهجرة وسيكون مهجره إلى منطقة فيها نخيل وكذا وأخذ يصف له وكأنه يصف المدينة المنورة يبيع سلمان الفارسي كل ما كان يملكه ويهاجر في سبيل البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق فإذا بالذين ذهب معهم يسترقونه أي يأخذونه رقيق ويبيعونه ويبتاع من هذا إلى ذاك حتى يشتريه حتى يشتريه يهودي من بني النظير ويأخذه سبحان الله إلى أين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام وفي يوم من الأيام في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى قباء إلى مسجد قباء فإذا بسلمان وقد صعد على النخل يريد أن يقطف بعض الرطب بعض التمر وإذا بابن عم اليهودي سيده أو سيده يأتي ويقول له لقد جاء محمد اليهود كانوا ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سلمان الفارسي حينما رأى أول ما رأى المدينة وقع في نفسه أنها هذه هي المنطقة التي ذكرها له صاحبه من قبل فيقول سلمان يصف حالته فما إن سمعت بابن عم اليهودي يصف له له مقدم هذا الرجل هذا الرجل إلا وارتعت وكدت أن أسقط من على النخلة فنزلت وقلت له من جاء ما صفته وبدأت أسأله ما يجب للعبد أن يسأل سيده أو أن يسأل غيره أمام سيده فلطمه سيده بلطمة لكمه إلى وجهه فسقط فقال ما أريد إلا أن أعرف وكذا فلما استتبى الوضع ذهب سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم الراهب الذي كان معه والذي وصف له مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب ومن العرب ذكر له أوصاف ما هي هذه الأوصاف قال له علاماته ثلاث ثلاثة أوصاف تعرف بها إن كان هذا نبيا مرسلا أو لا إن كان هذا هو النبي الذي ذكر عندنا أو لا ما هي هذه الأوصاف قال له الصفة الأولى أنه لا يأكل الصدقة الصفة الثانية أنه يأكل الهدية الصفة الثالثة وهو خاتم النبوة فيذهب سلمان الفارسي ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحضر بعض الطعام وابتاعه فيضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطعام جئت به صدقة لك ولأصحابك لتأكلون منه وأنت رجل صالح وكذا وكذا فينادي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويقول لهم كلوا هي صدقة فأكلوا جميعا إلا النبي ما مد يده وسلمان يلاحظ ويتأمل لأنه يريد أن يعرف صدق هذه العلامات ثم ذهب مدة حينما لاحظ أن النبي ما أكل ذهب مدة ثم أتى بطعام أخر لعله تمر أو ما شابه فوضعه بين يدي النبي قال له هذه هدية لك لتأكل فيه فيقول فمد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وأعطى أصحابه فقلت في نفسه وهذه الثانية العلامة الأولى ثم العلامة الثانية وبقى هكذا سلمان يبحلق عسى ولعل أن ينظر إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يلاحظ ويلحظ تلكم العلامة التي يميز بها الله عز وجل أنبياءه وهي شامة خانة هكذا تكون في أول فقر من جهة الرأس إلى من جهة الرأس أول فقرة هي شامة بمقدار حبة الزيتون ويخرج منها ثلاث شعرات كعرف الديك فلما رآها أخذ يقبل يديه ويقبل قدميه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ويسلم سلمان الفارسي ولكن سلمان كان عبداً مملوكاً ملكه أحد اليهود فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يكاتبه والمكاتبة طريقة كان يستعملها العبيد كضمان أي يتكاتب مع سيده فيعطيه وعد أنه إن حقق له مبلغاً من المال فإنه طريق حر فما كان من سلمان إلا أن اتفق مع هذا اليهودي على أن يحرره بمقابل ثلاثمائة نخلة وعشرون أوقية ولكن سلمان من أين له هذه ثلاثمائة نخلة وعشرون أوقية من ذهب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أجمعين كلهم يأتي بما يستطيع من النخيل أو النخيلات الصغيرات ويجمع ما تيسر من المال فجمع صحابة رضوان الله تعالى عليهم ثلاثمائة نخلة أو نخيل صغيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها ولا تجعلها في الأرض حتى آتي وأضعها بنفسي سبحان الله فيقول سلمان الفارسي فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فما من واحدة منها إلا وكبرت ونضجت وأثمرت بعد ذلك لم تتلف ولا واحدة ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه النخيلة في التراب ثم إن الصحابة جمعوا مالاً ولكن هذا الذهب الذي جمعوه ما كان يكفي ليؤدي وليفرج كربا وليحرر سلمان الفارسي فحدث في معركة من المعارك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته ضمن الغنائم مقدار بيضة صغيرة من بيض الدجاج من ذهب فنادى سلمان وقال له يا سلمان خذ هذا لسيدك وهكذا يعتق سلمان الفارسي هذا الرجل الذي بحث عن الحقيقة ليعطينا درساً مهماً في الحياة وهو أن الإنسان لا يجب أبداً أن يكون لغيره مقلداً بالحق أو بالباطل بل دائماً يشتهد في طلب الحق دائماً يشتهد في معرفة الحق ولا يتبع كل ناعق الناس قد يصل بهم الحد إلى اتهامك أو إلى إسقاطك أو إلى سبك بمجرد أن قيل لهم كذا أو أنهم سمعوا كذا أو أنهم لا ينتمون أو أنك لا تنتم إلى جماعة مما شابه يجب على الإنسان أن يبحث دائماً عن الحق يأتيك فلان فيقول لك فلان قال فيك وقال فيك ما يجب أن تسلم داود عليه السلام كان يقول لو أن أحداً جاءني هكذا سبحان الله جاء يحمل عينه في يده ويقول له إن فلاناً قد فقأ عيني يقول فلن أحكم له لماذا؟ لأنه قد يكون فقأ عيني صاحبه هو أتى يشتكي وسبق بالشكوى وجاء بدليل مادي على أن فلان ابن فلان أذاه وفقأ عينه ولكنه ربما هو فقأ عيني صاحبه لو تتأملون الحياة دائماً هكذا ماذا تتطلب منا؟ تتطلب منا جهد هذا الجهد قد يكون جهد بسيط وقد يكون جهد يستحق البذل كما فعل هذا الصحابي الجليل الذي ترك ديانته الأصلية ديانة أبيه ثم التحق بالرهبان على اختلاف مراحلهم واختلاف مشاربهم ثم استرق وصار عبداً بعد ذلك ليأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عن الحقيقة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنه بأسلوب ذكي لبق وصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النموذج الذي يجب أن نأخذه كقدوة في الحياة فمن كان مستنًا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين